مقتلوا أكثر من 160 حوثي وتدمير آليات عسكرية للميليشيات بقصف للتحالف في مأرب والساحل الغربي حملات حوثية واسعة للتجنيد وزير الإعلام اليمني يكشف أن أكثر من 30% من خسائرهم في مأرب من الأطفال هل تعز يناشدون المجتمع الدولي التدخل لفك الحصار القنفي المميت عن المدينة الممتد منذ سبع سنوات أهلا بكم ساعة إخبارية من الحدث نخصصها كاملة للشأن اليمني ونبدأ مما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن القضاء على 140 عنصر من ميليشيات الحوثي خلال استهدافات في مأرب وأوضح التحالف في بيان تنفيذ 25 استهداف ضد الميليشيات خلال 24 ساعة مؤكدا تدمير 15 آلية عسكرية وأضاف التحالف أنه نفذ خمسة عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين مشيرا إلى أنها أوقعت خسائر في صفوف الميليشيات تجاوزت 25 عنصرا وأكد التحالف أن عمليات الساحل الغربي استهدافت أربع آليات عسكرية ومخازن دخيرة في غضون ذلك أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتحركات ميليشيات الحوثي بسلاح المدفعية في مواقع متفرقة في جبهة الكسارة غرب مأرب وأكبدتها خسائر في العتاد والأرواح مشيرا إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير أليات تابعة لها في قصف مدفعي لقوات الجيش وغارات لطهران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة في جنوب مأرب خلال الساعات الماضية استهدفت ميليشيات الحوثي حيا سكنيا غرب تعز بصاروخ باليستي أطلقته من مناطق سيطرتها في شرق المدينة وقالت مصادر أن الميليشيات الحوثية استهدفت قرية هب الحنش في مدرية مجبنة غرب تعز بصاروخ باليستي ما أحدث حالة من الهلع والرعب في أوساط الساكنين وبحسب المصدر شهدت أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة بعد لحظات من سقوط الصاروخ ولم تؤكد المصادر سقوط أي ضحايا بشرية حتى هذه اللحظة أكدت منظمة حقوقية ارتكاب ميليشيات الحوثي لانتهاكات وجرائم وحشية ضد الإنسانية في الساحل الغربي حيث كشفت عن مقتل وإصابة أكثر من ثلاثة ألاف شخص في الحديدة وتعز بينهم أطفال منذ توقيع اتفاق ستوك هولم عام 2018 لفتة إلى مقتل أكثر من سبعمائة شخص في المحافظتين خلال العام الحالي فقط وأضافت المنظمة أن أكتوبر كان أكثر الشهور دموية في اليمن هذا العام مع مقتل وجرح ثلاثمائة وثمانية وخمسين شخص أي بزيادة قدرها ثلاثة وخمسون في المائة من سبتمبر الماضي من القاهرة نضم لنا الدكتور علي الدهب المحلل العسكري والاستراتيجي دكتور علي أهلا بك هذه التجاوزات في زيادة أعداد القتلى واستهدافاتهم في هذه المناطق مأرب وصنعاء والساحل الغربي هل لها تفسير مثلا لماذا أكتوبر أكثر دموية يعني تحية لك ولمشاهدين لقناة الحدث الحقيقة هكذا هي المعركة حدثت فيها تحولات من الهجوم إلى الدفاع بين الطرفية المواجهة وفي العادة عادة ما يكون المهاجم يعني تقديراته ثلاثة أضعاف المدافع وأتصور أن الحوثيين عندما وجهوا بعملية هجومية حتى أن وصلت هذه القوات قوة المشتركة الحكومية المشتركة نعم في مقبنة وفي حيس والقراحي اتخذت وضعا دفاعيا لتنظيف المناطق من الغام ويعادة تأهيلها وبناء الجسور وما هدمته الجماعة الحوثية قبل انسحابها فكان من الطبيعة أن يقوم الحوثيون بشن هجمات معاكسة وكما أشرت سابقا بأن الهجوم دائما ما يكون بثلاثة أضعاف المدافع ولا شك أن وضعية الدفاع تمكن القوات المشتركة من استياد المقاتلين الحوثيين ووسائلهم وعتدام العسكري بفضلا عن الطيران التحالف الذي يتتبع تدفق القوات الحوثيين ووسائلهم المختلفة فيصادهم الواحدا أو فوجا تلو الآخر ومع ذلك الحوثيين لا يلقون بالا للخسائر البشرية لأن ليس لهم هناك برلمان حقيقي حاسبهم وليس هناك صحافة حرة ولا مجالس قبلية يمكن أن تحاسبهم ولذلك هم يدفعون بمقاتل يهم دون حساب دكتور علي أرجوك ابقى معي سأذهب إلى موفدنا إلى مأرب أحمد باقاتو وأعود إليك مرة أخرى أحمد مساء الخير لدينا جبهة الكسارة شرق مأرب ولدينا أيضا جبهة أخرى في جنوب مأرب جبهات القتال في مأرب اليوم حسب متابعتك نعم محمود مساء الخير جبهة الجنوبية ماذا تشهد المعارك الأقوى والأهم والأعنف والأشرص منذ فترة بيان قوات المسلحة اليمنية اليوم يتحدث عن اشتباكات عنيفة دارت ما بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بالطبع بطائرات التحالف بين ميليشيا الحوثي تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد وفي العناصر تتحدث مصادر ميدانية عسكرية في الجبهة الجنوبية عن تدمير آليات عسكرية واغتنام بعض الأسلحة من ميليشيا الحوثي وتطهير بعض المواقع واعتباب الاستراتيجية الهمة أيضا في الجبهة الغربية الكسارة والمشقح كانت هناك تبادل إطلاق مدفعي بين كلا الطرفين كان هناك أيضا تدمير الأحد الأطقم القتالية ومقتل ومصرع وجرح كل من فيها هذه الجبهات تحديدا هي الجبهات الأكثر ضرابة وشراسة في مأرب خاصة وأن ميليشيا الحوثي تحاول الحصول على أي مكسب ولو ضئيل في هذه الجبهات خاصة الجبهة الجنوبية التي تحاول دائما التسلل واختراق دفاعات الجيش الوطني منها طارات التحالف كانت حاضرة بقوة اليوم والأمس وكان هناك العديد من الاستهدافات للميليشيا الحوثي والتجمعات الحوثية وأيضا الأليات العسكرية ما يحدث أيضا في الساحل الغربي ليس ببعيد عن هنا هناك استهدافات من قبل قوات المشتركة حيث قامت باستهداف لميليشيا الحوثي في مدرية مقبنة غرب تعز وتم تدمير عدم الأطقم القتالية والعربات المدرعة كذلك مدرية الجراحي حيث اكتشفت قوات الاستطلاع لقوات المشتركة بعض محاولات ميليشيا الحوثي للتقدم فقامت بمطارها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة ما أسفر عن مصر عدد من العناصر الحوثية وكما يذكر ضيفك لا يبدو أن ميليشيا الحوثي تكترث لأعداد المقاتلين الذين يقعون صرعا في صفوفها هم يرسلون أنساقا متتالية هم يريدون الاستحواذ على أي من المناطق استراتيجية أو الحاكمة بأي صورة من الصور حتى يظهروا أنهم يحققون مكاسب مع صعوبة ذلك بالطبع لسببين أساسيين أولهما هو الطيران الذي يجوب الأجواء ليلة نهارا صباحا مساءا بصورة مستمرة ويستهدف أي تحركات حتى لأفراد والعناصر الحوثية ليس فقط للأليات والمدرعات الحوثية كذلك عندما تتكبد ميش الحوثي الخسائر تقوم بقصف المدنيين كما حدث اليوم كان هناك صاروخ باليستي أطلق من قبل الحوثيين وسقط في مدرية الوادي في مأرب وأيضا استهداف المستمر للنازحين والمدنيين عندما تكون هناك خسائر كبيرة لميش الحوثي وهذا ما تعودنا عليه منهم 140 عنصر من ميليشيات الحوثي خلال استهدافات اليوم في مأرب بالإضافة إلى 25 استهداف يعني 15 آلية عسكرية ربما أرقام ملفتة بعض الشيء في خسائر الميليشيات الحوثية أحمد نعم بالفعل يعني هي خسائر كبيرة وهذه الخسائر متتالية ومتوالية خلال الأيام الماضية يعني هناك بعض الأيام كانت الخسائر أكبر من ذلك وكما ذكرت لك هم لا يعنيهم هذه الخسائر هم يعنيهم فقط التقدم والحصول على مكاسب استراتيجية أو مواقع أو تباب هامة يعني حتى أن قيادة الميدانيين الذين نتحدث معهم في الجبهة الجنوبية أو الغربية يتحدثون معنا أنهم يستغربون بشدة دخول الميليشيا والعناصر الحوثية تكون خاسرة يدخلون في مناطق مفتوحة بصورة مستمرة ومع ذلكم يريدون المواصلة القتال بهذه الطريقة حتى أن إعلام الحوثي نفسه ينعي ويشيع الكثير من العناصر التي تسقط قتله وجرحه في صفوفه بصورة يومية وكما تعرف يعني الحوثي يعلن عن أعداد أقل مما هو في الواقع لكن هناك العديد نحن وجدنا صور وفيديوهات لجثث كثيرة ملقاة حتى عندما زرنا الجبهة بالطبع لا أستطيع أن نعرض هذه الصورة والفيديوهات اللي وجدنا جثث موجودة في الصحراء جنوب مأرب حتى أنهم العناصر الذين اللاذوا بالفرار من ميليشيا الحوثي لم يستطيعوا أخذهم وهم يفرون من مواقع القتال هذا أمر متكرر بصورة كبيرة شيء أرضا مهم وهام يجلب بنا ذكره هو عندما قتل رئيس هيئة العماليات العسكرية وهو كان في أحد الجبهات بالعادة القادة لا يتوجدون في الجبهات الرئيسية وفي المواقع المتقدمة لكن هذا يوضح لك كيف أن القيادة السياسية والقيادة العسكرية تولي أهمية كبيرة لما يحدث في مأرب والجبهات خاصة أنها باتت الجبهات الأهم والأشرص وخط الدفاع الأهم بالنسبة للقيادة السياسية والعسكرية هنا في كافة المحافظات اليمنية أحمد بغاتم وفدنا إلى مأرب شكرا جزيلا لك أحمد أعود مرة أخرى إلى الدكتور علي الذهب المحلل العسكري والاستراتيجي دكتور علي لدينا محور جبهة الكسارة غرب مأرب محور ما زال مشتعل منذ فترة في جنوب مأرب ولدينا أيضا الساحل الغربي فلو تشرح لنا هذه المحاور وأهميتها وخطورتها أيضا فيما يخص مأرب هناك يدور القتال على شكل هلال يمتد من الجنوب جنوب محافظة مأرب حيث الآن البلق الشرقي الذي تدور فيه الأشرص المعارك أو فيه طرف منه وسشهد على إثر هذه المواجهات رئيسية العمليات اللواء ناصر الديباني رحمه الله ويحاول حوثيون اعتلاء هذه المنطقة لأنها منطقة حاكمة يمكنهم من خلالها التقرب إلى منطقة الفلق ومنطقة الفلق هذه هي منطقة منخفض بين جبلين البلق الشرقي والبلق الأوسط والقبلي ومن ثم الاقتراب نحو نقطة أمنية تقع على بعد بضعة كيلومترات للوصول من خلالها إلى اتجاهين الاتجاه الأول يحيط غارب من جهة الجنوب الشرقي والاتجاه الآخر المدينة أقصد من اتجاه الجنوب الغربي ولكن الاستبسال الذي يبديه الجيش ومحاولة التعامل مع المقاتلين الحوثيين على أنهم ليسوا مقاتلين أجانب وإنما هم وإن كان من يديرهم هم إيرانيون ومن حزب الله إلا أن المدفوعين هم مغرر بهم ويحاول الجيش أو القيادة أو الحكومة أن تولي هؤلاء المقاتلين جانبا من الليين أو أخذهم كأسراء أو ما شبه ذلك ولكن يبدو أنهم يجازوا بأنفسهم في معارك خاسرة وهكذا دابوا على أنفسهم منذ سبع سنوات لأنه لا يوجد هناك من يحاسبهم كما أسلفنا لا تزال أنا أتصور أن هذه المعارك في هذه المنطقة هي ستظل منطقة السنزاف كبيرة لأن القوات المسلحة اليمنية اتخذت وضعا دفاعيا صلبا يرتكز على أكثر من نسق تضع للقوات الحوثية الكماشة واحدة تلو الأخرى وهكذا تناور القوات الحكومية ومن إليها من المقاومة الشعبية أو القبائل بالقوة والوسائل بين هذه المنطقة ومنطقة الكسارة التي باتت نقطة أو نقول ثقب أسود امتصى الكثير من المقاتل الحوثين خلال هذا العام منذ بداية فبراير هذا العام عمليات السحر الغرب تندرج في نفس اليسار دكتور علي؟ الآن يبدو أنها فعلا هناك عمليات استراتيجية إنهاك لأنه كما أشرت سابقا بأن القوات اتخذت في بعض المناطق وضعا دفاعيا حتى تستعد للمواجهة أو لتطوير الهجوم باتجاه منطقتين مقبنة والشمير والدخول للمناطق المجاورة في حدود محافظة إب وباتجاه آخر محور آخر ومحور جبل رأس وفيه الآن تواغلت القوات بحدود 15 كيلومتر في منطقة المرير وتحاول أن تخلق منطقة ديلتا تنتهك تستجوب فيها الحوثين أو تستدرجهم إلى هذه المناطق وتحيط بهم بين فكي كماشا لأن كما يبدو أن هذا الأمر قد يطلل لأن هناك حشد وهناك حشد متبادل من قبل الحوثيين وما زال التحالف بطيرانه ومدفعية الجيش تؤدي دورا كبيرا في معركة إنهاك الحوثيين في القوى والوسائل وربما قد نشهد في الأيام القادمة تطور معركة من قبل القوات الحكومية بأن تنطلق في هذه المحاور إلى أعماق أكثر مما هو عليه الآن دكتور علي الذهب المحلل العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا دكتور علي قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي قال إن التصعيد العسكري الحوثي على محافظة مأرب واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يفاق من حجم المعاناة الإنسانية للنازحين ودع السعدي خلال لقائه الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق شؤون الإغاثة لدى اليمن دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على ميليشيات الحوثي ومن خلفها نظام إيران للقبول بوقف شامل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية من جانبه أكد أن الأمم المتحدة وبالرغم من نقص التمويل لعملياتها إلا أنها تبذل كافة الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية بعد الفصل إلى أنوان يمني جديد وفيه مدارس صنعاء تبدأ إضرابا مفتوحا احتجاجا على عدم صرف ميليشيات الحوثي للمرتبات في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسم مشهدا تشكل خبرا تصنع حدثا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفادت مصادر محلية أن القياد في ميليشيات الحوثي صالح بن صالح الوهبي توفي اليوم في ظروف غامضة واستتكت من شديد من قبل الميليشيات وأضفت المصادر أن الوهبي وهو شيخ قبيلة بني وهب وقائد ميليشيات الحوثي في جبهة البيضاء توفي في أحد مسشفيات صنعاء دون ذكر الأسباب وكانت مصادر قالت أن الوهبي لقي مصرعه في جبهة البلغ شرقي في محافظة مأرم وهو يقود معارك ميليشيات الحوثي إلى جانب القياد الحوثي محمد الهنمي مع مرافقيهما ورأى مراقبون أن وفاة الوهبي ستشكل ضربة موجعة للميليشيات كونه كان يحظى بثقل ومكانة شعبية في محافظة البيضاء ولعب دورا كبيرا في تمكين الميليشيات من البقاء في المحافظة شيعت مأرب جثمان لواء الركن ناصر الذباني رئيس هيئة العمليات الحربية في وزارة الدفاع بحضور رسميا وشعبيا واسع وتقدم مراسم التشييع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات الجيش والأمن ومسؤول السلطة المحلية وجموع من المواطنين وكان الواء الذباني أصيب في ساعات متأخرة يوم الأحد وهو يقود عملية صد هجوم شنته ميليشي الحوث المدعومة من إيران في جبهات غرب مأرب قبل أن يفارق الحياة بأحد مستشفيات المدينة متأثرا بإصابته البليغة فنحن ندفع بخيرة جاتتنا وخيرة جاننا وبثال ذلك وناصر الذباني الذي قاتل في محافظة بكل مكان برغم أنه ليس هيئة العمليات ولا يدخل الميدان ولكن يصر على الميدان كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإيرياني إحصائية صادمة عن استدراج ميليشي الحوثي للأطفال دون سن الثمانية عشرة للقتال في صفوفها الوزير قال إن المعلومات الواردة من جبهات القتال في مأرب تعكد أن الأطفال شكلون أكثر من ثلاثين في المائة من الخسائر البشرية لميليشي الحوثي في المعارك الأخيرة الدائرة في المحافظة وأن قيادات الميليشيات تتعمد الزج بهم في الأنساق الأولى من هجماتها دون اكتراث بمصيرهم أشرت مصادر طبية يمنية إلى أن جميع المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة باتت مكتظة بجثث قتل الحوثيين الذين تم إعادتهم خلال هذا الأسبوع وأضافت المصادر أن من بين القتل قيادات حوثية كبيرة أبرزهم العميد محمد الحنمي وأبو علي الشامي الذي قتلوا مع أكثر من عشرين نسق حوثي وكل مجموعة تتكون من خمسين عنصر وأكدت المصادر أن استراتيجية الأنساق أو المجميع الانتحارية استوردتها الميليشيات من إيران من خلال التغرير بالأطفال بأفكار إرهابية واستخدام المواد المخدرة للدفع بهم دون اكتراث بحياتهم وفقدت ميليشيا الحوثي خلال العام الحالي عشرات الألاف من مقاتليها في جبهات القتال أغلبهم قتلوا في البيضاء والجوف ومأرب بناء على اعترافات لمؤسسة القتل الحوثيين والتي أعلنت عجزها عن صرف مرتبات قتلهم تعيش مئات الأسر في تعز اليمنية في حصار دائم منذ سبعة أعوام بعد إغلاق الميليشيات الحوثية المنافذ الشرقية والشمالية للمدينة هنا تشل الحركة تماما بفعل قناصي الميليشيات ليس في المنفذ هذا فقط إنما في ثلاثة منافذ شرق وشمال المدينة فعلى مدى سبعة أعوام من الحرب تطبق الميليشيات الحوثية حصارها على مئات الأسر في تعز خاصة تلك التي تعيش في خطوط تماثي الحرب فالدواء والقوت اليومي تقول الأسر لا يدخل منازلهم إلا بالمغامرة بل وفي وقت يغفل فيه القناص عن عمله الإرهابي نعاني من الطريق من الطرقات نعاني من معيشتنا يعني صعب للغاية مع أن الطريق حقنا نجزع بك أنه بخلال 15 دقيقة هنا داخل البيت والآن أسافر يوم كامل على طريق الأقرض وإلا قبل صبر ونزول للمنطقة ابتعدت هذه المناطق وصلت المسافة التي تفصلنا عن هذا السوق ما يزيد عن 500 كيلومتر كانت التكاليف المادية قليلة جدا في حدود 100 ريال والآن صارت بحدود 15 ألف ريال ويزيد مخاطر كبيرة تتعرض لها الأسر على المنافذ الثلاثة للمدينة بفعل الحصار الحوثي فتعثر جميع مبادرات فتح المنافذ أمام المواطنين والمنظمات الإنسانية دفع المواطنين إلى سلوك طرق جبلية وحرة تبدو أكثر خطورة على حياتهم لتطول المسافة بين الحوبان شرقا ومركز المدينة إلى سبع ساعات على المركبات بعد أن كانت لا تستغرق ربع ساعة مشيا على الأقدام استمرار تعنت جماعة الحوثي في رفض الرسمي والسياسي لفتح المعابر الرئيسية أو المنافذ الرئيسية في تعز وتحييد هذا القانب أيضا هناك ضعف شديد جدا للقانب الدولي في فرض تحييد القانب الإنساني عن القانب العسكري والسياسي سواء من استخدام أدوات الضغطة الدولية عبر المنظمات الإنسانية التي تدرك تماما ما يدفعه المواطنون من كلفة مادية وكلفة نفسية وكلفة اجتماعية يوميا من قراء المرور في طرق وعراء انتهاكات حوثية إذن تضع أكثر من مليون نسمة في تعز تحت حصار مطباق نصب أعين المنظمات الحقوقية إجراءات حوثية لفرض الحصار تأتي مخالفة للعراف الدولية وقوانين الحروب بحسب حقوقيين بل وتهدد يوميا حياة أكثر من 250 أسرة تعيش بالقرب من هذه المنافذ التي وصفت مؤخرا بمعابر الموت خلف هذه الحواجز الترابية موت ترسله قناصات الميليشيات على المدنيين مطبقة الحصار على المدينة منذ سبعة عوام وما قبلها خوف من قذائف تتساقط على رؤسهم إلى المنازل مختصر الحكاية حرب وحصار ومجاعة تفرضه الميليشيات الحوثية على المدنيين في تعز هل سعيد لقناة الحدث تعز معي من الرياض الأستاذ عرفات حمران رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن أستاذ عرفات أهلا بيك طيب ما هو أفق فك هذا الحصار عن تعز هل يتدخل المجتمع الدولي لأم المتحدة ولماذا ظل سبعة عوام هل في ثمة تقصير ما في تسويق المشكلة دوليا نحن نعرف أن الحصار على المدنيين هذه جريمة وإذا استخدمت أثناء الحروب تعتبر جريمة حرب هذا جانب الجانب الثاني أنه إيقاف معارك الحديدة كانت مقابل فك حصار تعز وإطلاق جميع المختطفين الكل مقابل الكل لكن للأسف الشديد وقعوا الاتفاق الحوثيون وأخذوا ما يريدون من اتفاق الحديدة وتركوا حصار تعز وإطلاق جميع المختطفين اليوم حصار تعز من الجانب اتفاقية جينيف من الجانب القانون الثاني الدولي تعتبر جريمة حرب كنا أيضا نتفائل أنه المبعوث الأممي عندما زار تعز أنه كان الهدف منه هو فك الحصار لأن تعز فيها معاناة إنسانية كبيرة والأصل أن الاتفاق يكون المشؤول عن تنفيذه هو المبعوث الأمم لكن كانت الزيارة إلى تعز من أجل الزيارة فقط وأيضا حتى تطرق تطرق كلمة إحاطة المبعوث الأممي بما يخص معاناة تعز كانت أيضا غير مقبولة إلى حد ما كون المعاناة كبيرة والحصار لم يذكرها صراحة حسب الإثقافيات يعني لم يذكرها صراحة نعم هذه مشكلة مشكلة مشكلتنا أصبحت هي المنظمات المراقبة أو المنظمات الأممية التي هي تعتبر طرف ثالث في مثل هذا اللزاع المسلح تأتي أقل شيء أقل شيء لا يعني تعمل ممرات آمنة من الحوبان حتى حوض الأشراف هناك خمس دقائق فقط بالسيارة إذا كان هناك ممرات آمنة أقل شيء للمساعدات الإنسانية إذا كان الميليشيا الحوثية يعني تتعنت فتح الحصار أقل شيء تدخل المنظمات في مثل هذه الحالة وتفتح ممرات آمنة لكن حتى المنظمات الأممية تقول أنها لا تستطيع تقديم مساعدات لمحافظة التعز ولا للنازعين الذين يتجاوزون 114 مخيم وأيضا فيهم حماري 600 ألف يعني نازح ومع ذلك كلفة من حيث الجانب الإنساني الوصول المنظمات الإنسانية كلفة من جانب أيضا أن القوة الشرائية أصبحت كبيرة جدا لأنه صعب سوصول المساعدات الغذائية والمشتقات النفطية النفطية إلى محافظة التعز يعني هناك حصار وهناك أيضا غلاء بشكل كبير يختلف عن أي محافظة كون دخول هذه المواد تأتي من طرق وعرة وأيضا تحتاج إلى يوم للوصول إليها بدل خمس دقائق من الحوضان إلى حوض الأشراف ومن بعد ذلك إلى مدخل تعز الشمالي ثلاثة منافذ فقط أم للمدينة منافذ أكثر يمكن استغلالها أو فك الحصار عن طريقها لا بالنسبة للمنافذ هي مقرأة جميعا هذه المنافذ التي استحدثها الأهالي في مناطق وعرة جدا ولا تصلح حتى لسير السيارات أصلحوها يدويا وكثير كل يوم نسمع عن انقلاب شاحنات والانقلاب سيارات في هذه هي ممرات بسيطة جدا وكلها أيضا تكون من نفس الطريق الأقروض الذي يكتمع به الثلاثة الطرق وتخرج منه أما كل المنافذ الرئيسية هي مغلقة وهناك قناصات يعني لا يمكن أن نكون هناك يعني حتى خروج من بعد هذه الحصار يعني تخيل أن تسعين طفل يعني حصلوا على قتلوا بسبب قناصات في أماكن قاتلة بالرأس والصد لأنهم خرجوا من بيوتهم ليأتوا بالماء أو يعني يذهبوا إلى المدارس هناك معاناة حقيقية في تعز حتى مطار تعز يعني الأصل أنه يفتح مطار تعز أنه هناك ما يقارب من أربعة ألف وخمسمائة جريح بسبب الهجمات والقناصات هؤلاء يحتاجون السفر إلى القارج لكن الإحطة كانت تخص مطار صنعاء لقضايا إنسانية وجوانب إنسانية لكن أيضا تعز بحاجة إلى فتح المنافذ وفتح المطار لجوانب وأيضا دوافع إنسانية لكن هناك إنسانية عوراة في النظر إلى ما يريده المنطيشية الحوثية وليس إلى ما يريده المدنيين والنازحين في المحافظات التي تكون في محاذية أو تحسي طنة المنطيشية الحوثية وهذا يخالب اتفاقية جينيف وأيضا قانون إنساني الدولي مليون نسمة فعلا في تعز محاصرون كاملا؟ نعم كلهم محاصرين لا يوجد إلا طريق واحد بدل أن تذهب خمس دقاء بالسيارة ألا تمشي يوم كامل الأقل حاجة ست ساعات لأجل أن تخرج إلى خارج تعز وأيضا مكلفة جدا من حيث المشتقات النفطية منعدمة طريق وعرة جدا وإذا كان هناك أمراض ربما لا هي سلون والمواد الغذائية والمشتقات النفطية صعوبة دخولها حتى الأكسجين في المستشفيات أيضا يصل بصعوبة إلى هذه المحافظة ومع ذلك حتى المبعوث الأممي يعرف من أين يجاء وكيف يدخل إليها عن طريق عدل من الجهاء الجنوبية وأيضا بصعوبة هو زرها مؤخرة هل زرها مؤخرة؟ زرها قبل أيام نعم زرها قبل أيام قبل أن يزور المخاء زر تعز ولم يفك الحصار وزر أيضا المخاء وحصلت أزمة إنسانية وصراع بدأ من جديد ونزوح بدأ من جديد كان الأصب المبعوث الأممي أن يزور مأرب أنه رضع إنساني هناك كبير وأيضا يقيم هناك المنظمات الأممية وأيضا يطلع على التصعيد الذي يحصل وأقل جي يقف هذه الهاجمات لكن حتى الزيارات المبعوث الأممي لا تحقق لنا شيء منذ سبع سنوات وهذا رابع مبعوث أممي يزور اليمن ولا جديد ولا حتى خطوة إلى الأمام أستاذ عرفات حمران رئيس منظمة راصد للحقوق والحريات في اليمن شكرا جزيلا لك أستاذ عرفات تشهد مدارس صنعاء إضرابا مفتوحا لاستمرار ميليشيا الحوثي مصادرتها للمرتبات كما ناة نصلت من وعودها بصرف حافز شهري 30 ألف ريال وقالت مصادر تربوية إن الإضراب شمل أغلب المدارس بصورة لم تعرفها صنعاء منذ سبع سنوات ما قد يندر بتوسع محافظات أخرى وتأتي الاحتجاجات المطلبية من قبل المعلمين نتيجة المماطلة التي تتخذها الميليشيات التي صدرت منحا عدة من منظمات دولية تدعم التعليم ما تسبب في إيقاف هذه المنح وأسارعت لجان حوثية إلى النزول للمدارس لتفادي استمرار الإضراب وعبر معلمون عن استياءهم وأنهم غير راضين على الصمت على ظلم الحوثي في المس بلقمة عيشهم معلمون آخرون واجهوا أعضاء اللجان في مدارسهم بالرفض في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه مع أسرهم وللمرة الأولى يصر معلمون كثر وفي مدارس عدة على عدم مقابلة اللجان الحوثية أو التفاوض معها والامتناع عن مقابلة أي تواسطات لذلك أكد تربويون أن مكاتب التربية وصلها تعميم صريح من الميليشيات بإبلاغ المدرسين المضربين بأنه لا يوجد لهم أي مستحق كما أن الحوافز تم صرف النظر عنها وتتضمن الأوامر العليا من قيادات الميليشيات في التربية إلزام المعلمين بالحضور ومواصلة التدريس ينضم إلينا من عمان المسؤول الأكاديمي في نقابة هاي التدريس في جمعة صنعاء أستاذ علي العسل أستاذ علي أهلا بيك أستاذ علي هذا الإضراب كيف يمكن أن يؤثر وكيف يمكن أيضا أن يتم حلو في ظل التعسف الميليشيات الحوثية مساءك ومساء كل المشاهدين بكل خير طبعا شر البلية ما يضحك أن يأتي البلاغ أن يكون الناس سخرة أن يشتغلون بدون أجر وكمان يهددون بالفصل والإذلال الحقيقة أن الوضع الآن بعد سبع سنوات غير الوضع بعد الانقلاب مباشرة حيث كان الناس لا يستطيعون البوح بما يقود في خاطرهم وبما يعانونه على العلن لكن الآن بدأت الفئات المختلفة في كل القطاعات تزداد يرتفع صوتها يوما بعد يوم والمفترض أن يكون هناك عسيان مدني أصلا لا يستجاب لمثل هذه الميليشيات وخصوصا أن الحوثيين قد غيروا في مناهج التعليم ويقبرون الأساتذة على معتقدات غير ما يعتقدون بها وإضافة إلى الرواتب وحتى أنهم صادروا المعونات التي كانت تأتي من اليونسكو مما تسبب في معاناتهم أكثر كانوا يحصلون على بعض الدعم تصل إلى خمسين أو ستين دولار لمدة تسعة أشهر هذه صدرت من قبل الحوثيين فامتنعت المنظمات عن مساعدتهم مما زاد من مضاعفة معاناتهم يعني هم الآن وصلهم تعميم بأنهم موقفين عن العمل يعني تم وقفهم عن العمل ومفصولين بشكل كامل كيف يتم التعويض البعض يتساءل يعني إذا دول تم يقفهم كيف سيتم تعويض وهذا ما يريدونه أصلا هم أن يريدون استبدال عناصرهم أو من ناصرهم من المواليد لهم من فئات مختلفة ومستوى أقل جودة وأقل إمكانية وأقل خبرة علمية نعم يعني هو خطة لإزاحة من لا يسيرون في نهجهم الحوثي يعني نعم هو خطة لتجهيل الشعب اليمني يعني يجعله يصدق خزعبلاتهم ومعتقداتهم هل تتوقع أن يكون في موجات أخرى في ما يتعلق بالمناهج ومذهبتها وأيدلوجيتها بشكل أو بآخر لا شك في ذلك لأن إيرلو هو جاي لهذا الغرض هو تهديم التعليم في اليمن وإزالته وبالتالي يعني تثوير الناس بالفكر الخميني الدخيل نعم ولكن لا يحد يمكن أن ينجح في هذا الموضوع هل الكل مؤهل يعني ليس كل الطلبة لديهم استعداد لهذا الفكر الخميني لن ينجح نعم لن ينجح لأن أغلبية اليمنيين لا يعتنقون ولا يؤمنون بمبدأ الشيعة ولا التقية ولا يخلاف حتى الزيدية هي أقرب للسنة وبالتالي كان هناك خلاف بين الشيعة والسنة متعايشين بين السنة والزيدية متعايشين منذ عقود ولا هناك أي إشكال لكن هذا الفكر الداخل يراد أن يملى بالقوة بتحت تهديد السلح لا أقل ولا أكثر هل ممكن هذا الإضراب يخرج من مدارس صنعاء إلى مدارس أخرى في محافظات أخرى أنا أتوقع ذلك وأتوقع ليس إلا ليس المدارس والجامعات وإنها بقية القطاعات لأن قد بلغ السيل الزبا كما يقال ما المحافظات المرشحة أكثر للوصول إليها هذا الإضراب أعتقد أب وإلى حد ما الحديدة التابعة لهم أما بقية المطوق صنعاء فهو خاضع لهم بشكل كامل نعم من أين يتوفر الرواتب إذا أراد هناك حل في المناطق الأخرى بالنسبة للمعلمين حالتهم من أين يتوفر الرواتبهم كيف يعيشون يعني المفترض أن الحكومة الشرعية وهذه نقطة إيجابية لها أن تبادر لحل هذه الإشكال لأنها مسؤولة عن الجميع ولأنها نقلت البنك على اعتبار أنها سدفع الرواتب وعلى الدول الصديقة والمانحة أن تدعم هذا القطاع باعتبار المحافظة على التعليم هو محافظة على الحياة ومحافظة على الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة كلها وإلا سأنه يكون عاملنا على تبييت وتكذير الإرهاب في مدارسنا وستكون ضررها محدق باليمن والمناطق المجاورة والعالم سيد علي العسلي المسؤول أكاديمي في نقابة تهاية التدريس في جامعة صناعة سيد علي شكرا جزيلا لك طالبت أكثر من مائة منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية في بيان مشترك لها طالبوا البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي وضمان عدم إفلات قادتها من العقاب جراء جرائمها الممنهجة بحق المدني اليمنيين وأوضح البيان أن جرائم ميليشي الحوثي تنوعت بين الاعتقال والاختطاف والتعذيب والإخفاء القصري والقتل إضاف إلى تجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية وأن الميليشيات انتهجت سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين وسرقة المساعدات الإنسانية كما حولت مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية وجعلت الموانئ كميئناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بيان المنظمات كشف عن تجنيد ميليشي الحوثي أكثر من 30 ألف طفل منذ 2014 وتحويلها المدارس والمرافق التعليمية إلى معسكرات تدريبية وعشار البيان إلى انتهاكات ميليشي الحوثي بحق المرأة اليمنية حيث بلغ عدد المعتقلات أكثر من 1800 امرأة عربت مصادر محلية في صنعاء عن قلقيها من انتشار بضائع مقلدة في أسواق مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وخاصة أدوات التجميل والمستحضرات الطبية والأدوات والمنظفات وما تشكله من مخاطر على المستهلكين المصادر أعربت عن اعتقادها بضلوع نافذين من ميليشيات الحوثي في الإشراف على انتاج وبيع هذه المنتجات المقلدة التي تتوفر في الأسواق بشكل غير مسبوق دون رقابة أو التزام بمعايير التصنيع المعروفة عالميا قال المدير العام للوكالة الدولية للتاقة الذرية رفايل جروسي أن تركيب الكاميرات في منشأة كراج النووية بإيران سيتم في غضون أيام وفي مقابلة خاصة مع الحدث رهن مدير الوكالة الدولية للتاقة الذرية نجاح المحادثات النووية في فين بإتمام عمليات التفتيش وقال رفايل جروسي أن مفتش الوكالة يجب أن يبقوا بشكل دائم في منشآت إيران النووية كي نعرف أين تخبئ إيران كل جرام من اليورانيوم المخصب مدير الوكالة الدولية قال للحدث إن إيران زادت من أنشطتها النووية وتجاوزت كل الخطوط وجود مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن متاحا وهو ما خلق فراغا أو بالأصح ثقبا أسود وبالتالي طلبت من الشركاء الإيرانيين السماحة للمراقبين بإعادة تركيب الكاميرات ولم يكن الأمر متاحا في ذلك الوقت وبعدها عدت لفيننا بدون أي اتفاق ولكن التواصل بقي موجودا بخصوص هذا الموضوع ولقد توصلنا بالفعل لبعض نقاط الاتفاق والمتعلقة بالسماح للمراقبين بالدخول للمنشأة وإعادة تركيب الكاميرات التابعة للمنظمة في منشأة كرجا النووية في الأيام القادمة هذا وأكد أن دور الوكال الرقابي على منشآت إيران النووية يعد الأساس لأي اتفاق مشيرا إلى أن عدم تعاون طهران سيخلق حالة من الشك والتوتر أعتقد بأننا في موقف يمكن القول بأن كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن تقسيمها أعمال الوكالة مع إيران بخصوص كل الأنشطة الإيرانية ومنها منشأة كرج وأيضا النظام السياسي المتبع في المفاوضات أصبح من الصعب تفرقتهم ولا يمكن تقسيمهم بمعنى لا يمكننا الذهاب لطولة المفاوضات في حال تعنت الطرف الآخر وهذا منطقي وهنا أعتقد بأنه من الجيد إعادة تهيئة هذه القواعد لأنها قضية إجراءات وقضية منهجية لا أقول بأن هذا إلزامي ولكن سيكون حتميا على بقية الإجراءات المتعلقة بالمفاوضات قبل ذلك أعلن عن تراجع إيراني جديد فيما يخص تفتيش منشآتها النوية إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أعلن عن التوصل لما قال أنه اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يزيل بعض الهواجس التي وصفها بالمزعومة بشأن برنامج إيراني ناوي ويؤدي إلى استمرار التعاون مع الوكالة وفي السياق ذاته كشف مصدر لم يكشف عن هوياته بأنه مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي كشف أن طهران سمحت وبشكل طوعي بنصب كاميرات جديد في منشأتی كارچ وآجانس از عبزار فنی برای اعمال فشار سیاسي و تأثير گذاري بر مساكرات بیان سعی کرد بحره بگیره اما در راستا تداوم گفتگوهای دیپلماتي حضور برایت ایرانی از سازمان انرژی ارطومی در بیان به تواصل دست بدا کردیم برخی از ادعاها و نگرانی هایی که آجانس بیان میکرد برطرف بشه و هم در ادامه کار ما بتوانیم همکاری هامون رو بیش از گذشته و در چارشوب مقدرات ادامه بدیم قال رئیس مجلس السیادة لانتقال عبدالفتاح البرهان قال ان الجیش سيظل وفیا لعهده مع الشعب في استكمال التحول الديموقراطی و اكمال الفتره الانتقالی حتى الوصول الى الدولة المدنیه عبر صندوق الاختراع و هون اؤكد ان القوات المسلحة السودانیه ستظل وفیه لعهده مع الشعب السودانی و هی ترفع شعارها الله و الوطن ستظل وفیه لقسمها لقسمها في ان تحمی السودان و تحافظ على امنه و سلامته و ستظل وفیه لعهدها ایضا مع الشعب في استكمال التحول الديموقراطی و اكمال الفتره الانتقالیه حتى الوصول الى الدولة المدنیه الكامل عبر صناديق الانتخابات باراده وطنیه وحره ان الاتفاق الذي تم توقعه مع سيد رئیس الوزراء في 21 نوفمبر الماضی وما سبقه من اجراءات تصحیحیه هم المخرج الامن وخارطة الطريق لاستكمال مهام الانتقال لذلك لا تراجع عما تم من اتخاذه من اجراءات او ما تم الاتفاق عليه من مبادی تحكم بقية الفتر الانتقالیه فهما الاساس الذي يجب ان يبنى عليه مساق التوافق الوطنی الذي نعمل عليه جميعا بما يمهد ويؤطر لاستفاف وطنی عريض يشمي كل القوى الوطنیه عدل مؤتمر الوطنی المحلول الى العنوی مختلوا اكثر من مائة وستین حوثی وتدمير آليات عسكرية للميليشيات في قصف للتحالف تحیاتی وللمتو تحیاتی